وجهت فصائل فلسطينية اليوم الجمعة دعوة للجماهير بتنظيم مسيرات على نطاق واسع في الضفة الغربية وقطع غزة احتجاجاً على القرار الأمريكي الذي اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل الفصائل دعت أيضاً أن تكون المسيرات على خط التماس وعند الحواجز العسكرية التي أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنع مظاهر الاحتجاج في المدن الفلسطينية يأتي هذا بعد أن أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات ناشبة في مدينة البيرة بالضفة الغربية المحتلة